السلام عليكم في الفيديو السابق تكلمنا عن سبب اختلاف الوزن من موقع الى موقع اخر عليكم الارضية وذكرنا انه كل ما اقتربنا من مركز الارض يزداد الوزن وهذا هو السبب اللي بيخلي انه الوزن على الاخطاب يزداد عن الوزن اللي بتم قياسه عند خط الاستواء ما لم يراعى قضية ضبط الموازين ومعايرتها من موقع الى اخر وذكرنا انه لا بد من انه نحسب الجاذبية الارضية لكثير من القضايا والقياسات المتعلقة بالصناعة او بالامور التجارية والاقتصادية والعلمية والقانونية الآن في هذا الفيديو رح نتكلم عن كيفية حساب الجاذبية الارضية عند اي خط ارض ولأي ارتفاع فوق سطح البحر المعادلة رح نستخدمها لهذه الغاية هي GL يعني الجاذبية الارضية عند اي خط ارض تساوي الجي نوت الجي نوت اللي هي الجاذبية الارضية عند خط الاستواء مضروبه في واحد زائد A ساين تربيع L A هو عبارة عن ثابت و L هو خط العرض ناقص B ساين تربيع 2L B هو عبارة ايضا عن ثابت اخر و L هو عبارة خط العرض ناقص CHC هو ايضا الثابت الثالث في هذه المعادلة و L هو عبارة عن الارتفاع عن سطح البحر الآن عشان نحسب احنا الجاذبية الارضية عند اي خط عرض ولي اي ارتفاع عن سطح البحر منطبق المعادلة هذه بشكل مباشر فلنفرض ان احنا بنحسبها عند زاوي 45 خلناها زاوي 45 وعلى ارتفاع الصفر عن سطح البحر ونشوف كم هذا المقدار الآن الجاذبية الارضية عند المقدار هي هاي المعادلة مرة اخرى اللي هي عبارة عن الجي نوت هذا هو الجي نوت هذا مقدار الجي نوت اللي هو الجاذبية الارضية عند خط عرض صفر وارتفاع صفر مضروبة في واحد واحد ساين تربيع ساين تربيع A اللي هو هذا المقدار ساين تربيع ساين تربيع L A هذا هو مقدارها و L هذا هو الـ 45 A ناقص B بهذه المقدارها هون موجود أمامنا و 2L اللي هي زاوي 45 ناقص C في H و C هذا هو مقدارها و H اللي حددناه هون الزيرو الآن هذا المقدار اللي هون أمامنا الآن هذا هو مقدار الجاذبية الارضية عند زاوي 45 مع ارتفاع صفر واذا متذكرين احنا تكلمنا عن انه المؤتمر العام المؤتمر العام الثالث للجنة الدولية اللجنة الدولية أو اللجنة الدولية لو زاوي مقاييس في سنة 1901 قررت انه عند زاوي 45 هذه القيمة الميارة تساوي 9.80665 في ذلك الوقت لكن وفقا لهذه المعادلة فهو 9.80620 يعني فيه اختلاف جدا بسيط عن القيمة اللي تم برضها في ذلك الوقت الآن لو نشوف عند زاوي 45 ونص عند زاوي 45 ونص بتطلع بالضبط هي القيمة اللي تم اعتمادها من اللجنة الدولية الأوزان والمقاييس سنة 1901 الآن خلينا نشوف هون لو حسبنا على ارتفاع 100 متر كم هذا الكلام رح يتغير منشوف انه تأثير رح يخير تأثير الارتفاع عن سطح البحر يعني مش هذا الفرق الجدا كبير إنه متكلم عن 10 متر أو 20 متر ما بيؤثروش كنتيجة نهائية بمقدار كبير على مقدار الجاذبية الأرضية طبعا هذا يتبع على الاستخدام الآن احنا تعلمنا كيف انه نحسب مقدار الجاذبية الأرضية عند اي خط عرض وعند اي ارتفاع الآن الخطوة الثانية رح نتعلم كيف نحسب الارتياب في القياس لهذه القيمة يعني القيمة اللي احنا حسبناها عند 45 ومع صفر على سبيل المثال أعطتنا هذا المقدار لكن مقدار الارتياب في هالقيمة اللي تم حسابها كم هو هذا المقدار هنا طالع معنا انه 0.0008 متر لكل ثانية تربية الآن من وين هذا الرقم كيف حسبنا اللي رح نشوفه مع بعضنا من خلال انه نشكل هذا الجدول الآن اول شي احنا لما نشكل هذا الجدول في انه اول شي هنا القيمة المقدرة للارتياب بدنا القيمة المقدرة للارتياب في الجاذبية الارضية عند خط الاستواء وخلينا نفرضها بهذا المقدار يعني 0.0005 وهذا اللي ذكرته تقريبا المراجع والوحدة تبعته هو عبارة عن متر لكل ثانية تربيع وبما انه هو تم فرضه اذا التوزيع تبعه التوزيع الاحصائي للارتياب يعتبر توزيع مستطيلي وبالتالي يجب ان نقسمه هذا الفرقم لازم نقسمه هنا نحسب الديفايزر لازم نقسمه على جدر الثلاثة جدر الثلاثة اللي هو عبارة عن 1.732 الأخير الآن بعدها رح نحتاج انه نحسب السنستيفيتي كو اوفيشنت او مقدار الحساسية السنستيفيتي كو اوفيشنت هو بتم حسابه من خلال انه نعمل تفاضل جزئي للمعادلة الأصلية بالنسبة للجي نوت للجي نوت يعني بدنا نحسب نعمل تفاضل جزئي لجي ال بالنسبة للجي نوت والنتيجة هي زي ما هي مبينة في الآن هون جي بارشل جي ال على بارشل جي نوت بساوي 1 زائد A ساين تربيع L ناقص B ساين تربيع 2 L لأن لو طبقنا هذه المعادلة يعني 1 زائد A هذا مقدار A ساين تربيع L اللي أنه موجود هون ناقص B والB أيضا موجود معنا ساين تربيع 2 L فبيطلع معنا هذا المقدار هذا المقدار هو السنستيفي تي كوفيشنت لتفاضل جزئي لجي نوت لجي نوت اللي هو هاي المقدار بالنسبة للجاذبية الأرضية في الموقع للمراد قياسه الآن بدنا نحسب الارتياب المعياري اللي هو standard uncertainty U small بتساوي U capital في C على D U capital هذا هو مقدارها C هذا هو مقدارها والD هذا هو مقداره إذن نضرب هذا الرقم في C ونقسم على D بطلع عنا هذه القيمة هذه القيمة شو تمثل مقدار الارتياب في 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 القيمة في هذه القيمة نتيجة الأنسر تنتي اللي مقدارها 0.0005 الآن بنفس الكيفية بدنا نعيد لها L وبدنا نعيد لها H الآن كم نقدر إحنا مقدار الخطأ في قياسنا لخط العرض حسب شو الأداء اللي إحنا استخدمناها لنفرض أنه هي عبارة 0.01 أو 0.2 أي مقدار إحنا بدنا نقدره وفقا زي ما حكينا للأدوات اللي اللي مستخدمه ثم التوزيع أيضا مستطيلي في الديفايزر هو جذر الثلاثة وال C اللي هو عبارة عن بارشل جي L على بارشل L على بارشل L يعني نفاضل المعادلة هاي بالنسبة لها L وبتكون أن المعادلة اللي يجب نستخدمها هي هاي المعادلة جي نوت في 2A ضرب ساين L مضروب في كوساين L ناقص 4B في ساين 2L مضروب في كوساين 2L إذا طبقنا هذه المعادلة كل المضغيرات موجودة قيمها أن فبطلع أن هاي القيمة والستاندرد انسرتينتي هو عبارة عن حاصل ضرب اليو كابيتل في C على D الآن آخر شي أنا بالنسبة ل H كم الخطأ اللي نتوقعه في قياسنا ل H لنفرض 10 متر أوكي فأيضا بما أنه فرضنا فتوزيعه مستطيلي معناته المقدار D هو رح كون جذر الثلاثة والآن المعامل الحساسي هو بارشل GL على بارشل H وهون بدنا نطبق بدنا نعمل البارشل ديفرنشياشن أو التفاضل الجزئي لهذه المعادلة اللي هون طبعا نما نعمل تفاضل جزئي بالنسبة ل L ل ال H عفوا فبتكون النتيجة سهلة هي عبارة عن ناقص C اللي هي هذه المعادلة الآن نحسب ال U ال U ال U الستاندر الانسر تنتي لا خاصة ب H تكون بهذا مقدار الآن ال Expanded Uncertainty هو عبارة عن مجموع مربعات يعني هذه القيمة تربية زائد هذه القيمة تربية زائد هذه القيمة تربية اللي هون الهون الكل مضروب في اثنين زي ما نشوفها هذه هي المعادلة هذه المعادلة اثنين في square root لل sum squares للمجموع اللي هون يعني لو ربعنا كل قيمة من هذا اللي هون هي يساوي هذه قيمة تربيع كل تربيع لان ناخد sum يساوي sum لان هذا هو مقدار sum للمربعات لان لو ناخد الجدر التربيع اله يعني sqrt لهذا القيمة اللي هون اللي حسب الله بطلع عنا هذا الرقم لان هذا الرقم بنضربه في 2 ضرب هذا الرقم اللي هو هون حسب إذن مقدار الجاذبية الأرضية عند 45 درجة على ارتفاع صفر 45 درجة بشك او بارتياب مقداره 0.2 وعلى ارتفاع صفر بشك مقداره ارتفاع مقداره 10 متر هو عبارة عن 9.80620 زائد ناقص هذا الرقم يا ولاحظوا لو نعدل هون 0.1 يا وهون نعدل لـ 100 نعدل لـ 100 لاحظوا عدلنا من 10 إلى 100 اختلف الديجت الخامس اختلف الديجت الخامس فقط اذا تأثر الارتياب بالارتفاع عن سطح البحر ليس بهذه القيمة الكبيرة ولكن اكثر هو تأثره بخط العرض بتمنى انه كان شرح واضح ومفيد بالنسوكم والسلام ورحمة الله ورحمة الله